استاذ موافق على وجهة النظر دي? لا انا شايف سيادتي اللي هو شوية عنيف في فكرة ان الكوميديا يعني معناها تهزيق. الكوميديا مش تهزيق. ده نوع. نوع من الفن. كويس يعني هو موافق. انك تطلع ضبط الشرطة مرتاشي. لكن يعترض على انك تطلعه. مرتاشي بس عنده هيبة. اه انا بستغرب. يعني عايز اقول ايه? افلام اسمعين ياسين. لو انت جردتها ده دول بقى جيش. يعني من الاول ما عمل اسمعين ياسين في الجيش. وانت طالع في الاسطول في البحرية. ده كلهم قوات مسلحة. دي تعملت تحديدا في بداية الثورة سنة خمسين. لسبب جوهري. من ضمن مبادئ الثورة بناء جيش قوي. مش كده? اه. في الدولة كانت عايزة ايام جمال عبد الناصر. انه تخلي الشباب يتطوعوا لقوات المسلحة. تحببهم يعني في الجيش. اه. فحببتهم بسمعين ياسين. لو انت فاكر. واكيد سيادتي اللي هو فاكر. والمشاهدين كانوا كان عنده شيء من التخلف ممكن. لعرف للشمال ولا اليمين. وبرولوم ويطلع على الطيارة يبوز الدنيا. ورغم ذلك. كلها باسلوب ساخر. اه. ايه اللي حصل? ان هذه سلسلة الافلام دي. اللي الدولة او القوات المسلحة كانت حريصة انها تعملها. وجابت اهم نجم في ذلك الحين هو سمعين ياسين. اهم نجم الكوميدي. انه يعملها. اصفرت عن انه الناس تطوعت القوات المسلحة. في الجيش المصري من خلال شخصية هزلية. فالهزل اللي بتعمل ده. اه يعني انت عايز تقول ان الكوميديا مش معناها التهزيم. خالص. ده ده مفهوم مفهوم الحقيقة يعني يقتل اي ابداع. ازا انت هتبص وهنا مش عارفة ازاي طلعوا اه نايم. بس طلعوا مرتاحة ما طلعوش نايم. مسألة غريبة. وبعدين زباط الشرطة او رجال الشرطة عموما محتكين بالمجتمع. انا نشوف احنا كل الانماط. اه. كل الانماط دي موجودة. اه. بما فيها اللي بينام. وفيه اللي بيصحى. اه. وفيه اللي واخد باله. وفيه اللي مش واخد باله. يعني عايز اقول لماذا هزيه الحاسية ده? انا بعتقد انه اكتر فئة في رمضان عملت بشكل فيه اه طبطبة وحنية وتقديم بشكل جيد هم رجال الشرطة. وانه دول القطاع اللي في المجتمع اللي كان فيه كما يبدو توجيه ما بان احنا لازم الصورة النمطية تقدم على الجانب الاخر. وانه مسلا قريت حوار لامير كرارة. اللي هو بطل فيلم كلبش. اه. اه. قال انه المسلسل اتعرض على الدخلية. اه ما كان بقى النوع بقى كعلاقات العامة. اه. وانه اعترضوا. اخد بالك. اعترضوا على واضح انه كان في الاخر سليم الانصاري اللي هو البطل. هيستشهد. فهم قالوا لا. عايزينه يبقى على قيد الحياة. الى هذه الدرجة. يعني عايز اقول انت ككاتب درامي. طبعا الاستشهاد في انها بطولة. الاستشهاد بطولة. اه. وانها هتحبب الناس اكتر. انما الكاتب الدرامي اللي قرر انه البطل اللي 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 متعطفة معه. يستشهد هما كان ليهم وجهة نظر اخرى. وبالتالي اكيد حيلتزمه بما تريد تريده الدخلية. فعايز اقول ان في. اه بس دي احنا عنا ايش يعني انت فتحتها دلوقتي ان انت شايف ان في اصابع امنية على بعض المسلسلات. في تدخل. وانه طالما هو بسم الايام حين ما يصارة. حين ما يصارة كان 2007 واخد بالك. حدث مشكلة والرقابة حتى تشدوها. انه ازاي يتقدم في حين ما يصار بعد كده هي فوضى. كان كان فيه امين شرطة مرتاشية. دي عملت مشكلة واصبحت الاعمال.